حرب بتدابير إنسانية في اليمن أعاد الصاروخ الثاني الذي أطلقه الحوثيون على الرياض في التاسع عشر من هذا الشهر توجيه بوصلة الأحداث نحو خيار الحرب لكن وسط تدابير كبيرة معلنة من جانب الرياض على الصعيد الإنساني تحاول الرياض أن تتجنب خيار الاعتياد على صواريخ خطيرة تستهدف مركز المملكة وقلبها لذا تحركت القيادة السعودية هذه المرة بحثا عن إجماع القوى الدولية المؤثرة حول خيار مواجهة إيران التي تتهم بأنها مصدر الصواريخ والأسلحة النوعية لدى ميليشيا الحوثي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هاتف كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الذي انعبر عن استنكارهما لإطلاق الصاروخ على المملكة وأكد حرصهما على أمن المملكة والمنطقة وضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريب المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة وفقا لما نقل عن تيريزا ماي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر أن جميع المحاور العسكرية مستمرة في اليمن في مؤشر على جدية سعودية على ما يبدو للمضي في الخيار العسكري السفير الجابر أكد في المؤتمر الصحفي ذاته أن المملكة وضعت اللمسات الأخيرة على خطة العملية الإنسانية الشاملة التي تتضمن أكثر من 11 مبادرة إنسانية تهدف إلى معالجة الوضع الإنساني في اليمن من خلال إيصال المساعدات الإنسانية الشاملة والشحنات التجارية من أغذية مشتقات نفطية وغيرها لكل أبناء اليمن السفير الجابر شدد على أن العمليات الإنسانية ستكون شاملة ومستمرة وبحجم أكبر بكثير مما كان عليه الوضع في العام 2017 وفيما أكد ألجابر بقاء ميناء الحديدة مفتوحا كاشف عن أنه سيتم السماح بإدخال وتركيب أربع رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي للميناء وذلك لمواجهة التحديات الحالية للوضع الإنساني في البلاد ترجمة نانسي قنقر